قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروم ومسلم في الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله لماذا؟ لماذا ملعون؟ لأنه يتقرب إلى غير الله بعبادة يجب أن تكون لله العبادة حق الله عز وجل كما في حديث معاذ المشهور أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإذا قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسوكي ومحيان وماتي لمن؟ لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين فمن ذبح لغير الله متقربا عابدا لغير الله بهذه الذبعة فقد أشرك بالله ولا شك في ذلك طيب قال فصل لربك وانحر ثم قال إن شانئك نعم